اهلا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من سوريا اليوم تطل روسيا بخطتها حول المنطقة الامنة المزمع انشاؤها على الحدود السورية التركية عبر طرح الشرطة العسكرية الروسية كفاعل على الارض وذلك بالتنسيق والتفاهم مع انقرة من جهة ومع نظام الاسد من جهة اخرى طرح يبدو انهم معقد مع تراجع واشنطن النسبي عن الانسحاب الكامل من سوريا وقد لا يتوافق بشكل كبير مع تركيا التي قالت عبر رئيسها ان اي منطقة امنية على الحدود يكون خضوعها واجبا لتركيا اين يدور المقطح الروسي والى ماذا ترنو روسيا من ورائه وفي محورنا الثاني لهذه الليلة لم تبقى جهة او منظمة الا وتحدثت وانتقدت الاوضاع في مخيم الركبان وجميعها تحاول الظهور بمظهر المنقذ ومن بينهم بطبيعة الحال روسيا التي خاض ضباطها مفاوضات جديدة مع وجهاء المخيم فحواه الابرز على الواجب من خلال الشباب التوجه للخدمة في قوات الاسد اما البقية يتوجب عليهم الخضوع للفحص الامني قبيل اي عملية نقل من المخيم الى قرى وبلدات الاهالي الاصلية مخيم الركبان ومعضلة الحصار وغياب الخيارات الى اين قال وزير الخارجي الروسي سيرجي لافرف ان هناك مباحثات مع موسكو وانقرة بشأن صيغة المنطقة الامنة المزمع اقامتها في الشمال السوري ولم يستبع دخول روسيا الى هذه المنطقة تصريحات لافرف جاءت بعد التصريح الامريكي ببقاء قوات امريكية في سوريا لحفظ السلام في المنطقة المزيد في التقرير الاتي تتواصل عمليات ضخ الخطط والرؤى حول مصير منطقة شرق الفرات بعد قرب نهاية تنظيم الدولة وعدم وجود اي قرار نهائي يحكم هذه المنطقة والى من ستقول وذلك عقب قرار الانسحاب الامريكي والذي يبدو انه بات مؤجلا هذه الايام بعد الاعلان عن بقاء بضع مئات من الجنود الامريكيين الى جانب قوات اوروبية اخرى روسيا دخلت على القط وابدت استعدادها لنشر قوات الشرطة العسكرية الروسية في المنطقة الامنة التي تطمح تركيا للظفر بها وذلك بالتنسيق بين انقرة ونظام الاسد بشكل يراعي كفة المصالح للطرفين قدر المستطاع وهذا ما يعمل عليه عسكريون روس واتراك وفق ما قال لافروف الطرح الروسي عززه لافروف في حديثه عن النواحي الايجابية للشرطة العسكرية الروسية ونجاحها في الانتشار ضمن المناطق التي تشهد وقف اطلاق النار وان كلامه يأتي بعد ان التهمت النار كل شيء ويتم تفريغ المنطقة من اهاليها المعارضين للاسد اللافت في توقيت الفكرة الروسية انه يأتي بعد ساعات قليلة من تأكيد امريكي بالابقاء على اربعمائة جندي الى جانب ما يقارب الفا وخمسمائة جندي من حلفائهم الاوروبيين ضمن قوة حفظ السلام باهداف وتطلعات غير معروفة حتى اللحظة ولا سيما فيما يتعلق بالشريط الحدودي مع تركيا والوعود الامريكية بان تكون السلطة للجانب التركي اذ اكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على ذلك وحدده دون مواربة بان اي منطقة على الحدود يجب ان تخضع الى سلطة انقرة فقط ومع سيل الطروحات والتداخلات تطفو على السطح سلسلة من الاسئلة وتبدأ بروسيا ومدى قدرتها على تنفيذ ما تخطط له ومنها الى تركيا التي تخوض في عقدة تحالفات مع المتعارضين على مختلف الساحات الدولية وانتهاءا بواشنطن التي لا تقبل بالشراكة في منطقة تخضع لها ولحلفائها ولفتح النقاش في محور حلقتنا الاول يسعدنا ان نستضيف عبر الاقمار الصناعية من موسكو محمود الحمزة الكاديمي وباحث سياسي وانا في الاستوديو حسين عبدالعزيز الكاتب المحلل السياسي ورحب بكم اضيفاء وابدأ معك سيد حسين لافروف صرح ان هناك استعداد من اجل نشر شرطة عسكرية روسية في المنطقة الامنة التي يتم الحديث عنها برأيك لماذا بهذا الوقت تحديدا هذا التصريح يعني هو ليس صدفة ان يأتي هذا الموقف غداية الموقف الامريكي بابقاء على نحو 400 جندي امريكي ضمن تشكيلة دولية تشارك فيها قوات اوروبية ويمكن بعض الدول العربية طبعا هذا الموقف الروسي الجديد يؤشر لان موسكو تحاول ان تقطع الطريق على اي محاولة امريكية لشرعانة اي تواجد دولي في شرق الفرات لان وجود قوة تحالف دولي قوة اوروبية وقوة عربية مع قوة امريكية في منطقة شرق الفرات هذا يعني فيما يعني ان هذه القوة اصبحت مشارعنا دولية وهناك تفاهم في المجتمع الدولي ولذلك موسكو تسعى سريعا الى قطع الطريق على هذه الخطوة عبر التفاهم مع تركيا في هذه النقطة ولذلك تحدث الافروف بشكل صريح بان هذه النقطة يجري التفاوض الان فيها بين الجيشين التركي وجيش النظام السوري لكن العقدة في هذا الموقف الروسي هو تصطدم بالبوابة التركية اولا تركيا تريد عمق كبير في المنطقة الامنة وهذا ما ترفضه روسيا النقطة الاهم ان روسيا تريد ان يتم شرعانة التواجد التركي من خلال اتفاقية ادنى عبر الوسيط وهذا يعني ما تم الحديث به اتفاقية ادنى لكن ان يكون هناك تفاهم ما بين روسيا وانقرة من خلال دمشق من خلال دمشق وهنا اليقطة هذا ترفضه تركيا على مستوى السياسي وان كانت تقبل بها على مستوى الامني يعني لا يوجد مانع من مفاوضات امنية مباشرة بين الدولتين وهذا عادة يصير في كثير من الدول العالم حتى تلك التي يكون بها بينهما قطيع دبلوماسي هذا متعارف عليه الترتيبات الامنية والتوافقات الامنية والتنسيق الامنية يختلف عن مستوى السياسي الان تركيا اليوم في مأساق الحقيقة في موقف جدا صعب ان ذهبت هي باتجاه الموقف الروسي ستجد نفسها تحت ضغوط روسية لا تقبل بها وان ذهبت ايضا باتجاه الموقف الامريكي الولايات المتحدة الامريكية لا تريد توغل عميق لتركيا ولا تريد ان تقوم المنطقة الامنية ضمن الادارة التركية وتحاول الولايات المتحدة الامريكية ان تعيد تصنيع قوى كردية اخرى واليوم نشرت صحيفة حريات معلومات بان هناك جيش من العشاء الكردية تحاول الولايات المتحدة انشاؤه في المنطقة شرق الفورط بشرط ان يعاد ترتيب البيت الداخلي الكردي اي ان تحدث هناك تفاهمات بين اقراض التمعين للمجلس الوطني السوري وبين الوحدات الكردية الى الان مشهد معقد بشكل صعب ويصعب تحديد الملامح لكن هناك الموقف الامريكي او العودة الامريكية من الانسحاب بلقى على 400 شرص اعادت خلط الارواق ودفعت موسكو الى الاسراع نحو انقرة اليوم انقرة تحاول ان تفرض شروطها هذه الشروط الى الان ما تزال مرفوضة للأسف من قبل العاصمة هذه المرحلة لكن سوف انتقل للسيد محمود حمزة سيد محمود لماذا قامت موسكو بطرح هذه المبادرة من حيث التوقيت ومن حيث الاسلوب ايضا غير الاسباب التي تكلم عليها هنا ضيفنا في الاستيديو لكن من وجهة النظر الروسية برأيك هلأ اعتقد يعني اقدام روسيا او دعوة روسيا لاشراك الشروط العسكرية الروسية في مناطق الشمال السورية في المنطقة الامنة هي ليست جديدة فكرة هي هم استخدموا الشرطة العسكرية بحلب شرق حلب اذا بتذكروا وفي مناطق اخرى روسيا حريصة على ان المنطقة لا تكون بيد الاتراك فقط وليس الامريكان فالاتراك ايضا بالرغم من العلاقات الجيدة بين روسيا وتركيا الا ان الروسيا تريد ان يكون هناك موضع قدم للشرطة العسكرية الروسية لكي مستقبلا تنقل المنطقة هذه الى النظام هم يمثلون مصالح النظام لنقول ذلك بصراحة والموقف الامريكي فعلا اربك الروس وجعلهم يستعجلون وانا اتفق مع ضيفكم الكريم استعجلون بطرح هذه الفكرة لان الامريكان مواقفهم مربكة حقيقة مرة بدون منسحبه مرة ما بدون منسحبه الان بدون يبقوا ملتين عسكري وهناك تصريح امريكي يقول ان المنطقة الامنة يجب ان تكون تحت شراف امريكي طيب بهذا الصدر تحديدا سيد محمود ما هي قيمة هذا الطرح الروسي نعم ما هي قيمة هذا الطرح الروسي في ظل الاعلان عن بقاء عدد معين من الجنود الامريكيين في المنطقة انا اعتقد اذا بقوا الامريكان فلا يمكن لجندي روسيا ان يدخل في المنطقة الروس لن يدخلوا في احتكاك مع الامريكان لكن هم تنشطوا واعتقد وافقوا على طلب تركيا بمنطقة الامنة واللي هي بالاساس الرئيس التركي اتفق مع ترامب لكن الامريكان يلفوا يدوروا وبالتالي الروس يريد ان يحقق اكبر مكاسم من وراء المنطقة الامنة لا يتركوا الاتراك لوحدهم يسيطروا عليها وبنفس الوقت يشكلوا عامل ضغط على تركيا لكي تقيم علاقات مع النظام السوري يعني ان ادلب سلمناها لتركيا مقابل ان المنطقة الامنة هنا يجب ان نتدخل نحن فيها ونجري ترتيبات معينة اعتقد ان الحل والمفتاح هو بيد الامريكان وليس بيد الروس الامريكان هم سيضعون النقطة على الحرف وليس لا تركيا ولا روسيا من هذا المنطلق سوف اذهب لضيفي هنا في الاستوديو سيد حسين الامريكان هم اصحاب القرار وهنا السؤال ايضا ما قيمة المفاوضات التركية الروسية اليوم بخصوص منطقة شرق الفراد في ظل الوجود الامريكي ما هي النتيجة التي يمكن للتركيا ان تحققها برأيك الحقيقة يعني المسألة في غاية التعقيد اولا روسيا من خلال التفاوض بين روسيا من جهة والولايات المتحدة تحاول يعني اللعب على الطرفين والحصول القدر الامكان على مكاسب من هنا او من هناك واحيانا تأخذ الورقة الروسية كضغط على الولايات المتحدة والعكس صحيح يعني تأخذ الورقة الامريكية احيانا والتفاهمات الجزئية مع الولايات المتحدة للضغط على روسيا طبعا هي الولايات المتحدة هي الفاعل اكبر في منطقة شرق الفراد لكن روسيا تستطيع إذا موافق النظام وسمحت وعطت ضوء أخضر لها تركيا بالدخول ستدخل تركيا اليوم أنقرة أمام ثلاث خيارات لا ربع لهما إما أن تجد تفاهم وصيغة مشتركة مع روسيا تلبي حاجة الطرفين بحيث تدخل تركيا إلى منطقة لا تتجوز 5 كم بعدها تنتج القوات روسية فاصلة أو أن تذهب بالتوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية بعمق 20 أو 30 كم وأعتقد هذا الخيار صعب الاحتمال الثالث وهو وارد لأنه صعب وهو ما أعلن عنه الرئيس أردوغان بأن تركيا ستدخل وستقوم بعملية عسكرية شاء من شاء وأبا من أبا هذا الخيار أو هذا الطرح أيضا ضيفنا من موسكو قال أنه لا يمكن لأي قوة أن تدخل إلى هذه المنطقة في ظل الوجود الأمريكي لكن جئنا إلى فكرة هذا الخيار وخيار بالأساس الكلام مع الروس بقية أمريكا يعني هذه المفاوضات ما الفائدة منها هذا الخيار أعتقد هو صعب أولا لأن الولايات المتحدة لا ترضى به ثانيا الروس لا يرضون به وحتى لو قامت بها أمريكا قد يسمح الروس أو يعطو ضوء أخضر للنظام بالهجوم على إدلب وبالتالي ما تكسبه تركيا في جرق الفرات قد تخسره في الغرب في إدلب لا أعتقد أن المسألة يجب أن تحصل في النتيجة تفاهمات ثلاثية الميستر الأساسي في من حيث الموافقة على الخطة النهائية هي الولايات المتحدة الأمريكية لكن اللاعب الذي يجسد هذه الخطة هي تركيا الآمن الواضح أن هناك تراجع بالموقف الأمريكي يعني ما يحكي عن قوات تحالف دولية وما يحكي عن إعادة ترتيب البيت الكردي الداخلي وأنشاء قوى كردية هذا يعني أن أمريكا تبتعد شيئا فشيئا عن الموقف التركي ويبدو أنها لا تسمح بتركيا بالتوغل في الشمال السوري ولا حتى بالهيمن على هذه الإدارة يعني ممكن أن تتراجع عن الأمور أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية علمتنا كثير وتنهي الأمر بهذا الأسلوب أن يبقى كل شيء كما هو حاليا كما هو حاليا وبالتالي هم أعلنوا أكثر من مرة قادة الولايات المتحدة الأمريكية بأن ما يجرى هو ليس أنسحاب وهو إعادة نوع من الهيكلة وبالتالي قد تبقى الولايات المتحدة على الوضع كما هو عليه الذي يتغير فقط هو تخفيف جنود الأمريكيين وأتخلق وأخرى لكن الهيمنة بالأولى والأخيرة إلى الأمريكان هناك نقطة في غاية الأهمية وهي أن الولايات المتحدة لن تسمح بدخول روس إلى هذه المنطقة لأنها تريد أن تبقى القوى الكردية تابعة ومحصورة بالإدارة الأمريكية هم قالوا على كل حال من تصريحات لجون بولتن ومجموعة مسؤولين أمريكيين أن في حال هناك حماية وسنوقف الدعم ولذلك التدخل الروسي أعتقد صاحب يمكن أن يكون من البوابئ التركية لكن في نقطة أخرى يعني يجب التركيز عليها سأنتقل بالنقطة هذه إلى ضيفي من موسكو السيد محمود حمزة سيد محمود الآن سمع ضيفنا هنا في الاستوديو أيضا لو نتكلم بشكل أكثر وضوحا اليوم الآن التفاهمات التركية الروسية هل يمكن أن يتم تخدامها بطريقة تضغط على واشنطن أجل تعديل موقفها تجاه المنطقة الآمنة برأيك أم هذه المباحثات لن تعيرها واشنطن أي اهتمام وسوف تنضي بخطتها العملية الحقيقة كثير معقدة العلاقات الروسية الأمريكية متوترة جدا وخاصة بموضوع العقوبات وموضوع أوكرانيا في سوريا هم يجدون لغة مشتركة والكريملين صرحوا القادة العسكريين بأن هناك اتصالات عسكرية روسية أمريكية مستمرة هناك تنسيق ولكن يبدو أنهم لا يتفقون في كافة المواضيع يعني روسيا وتركيا ليست دولتان وحيدتان في الساحة كما قلت أمريكا هناك وهذه العلاقات المعقدة يعني روسيا تريد ما يقلق الروس أكثر شيء هو إنهاء كل هذه العمليات العسكرية وخلق نوع من الاستقرار لكي يبدأوا بعادة الأعمار والاقتصادي وكسب أرباح واستثمارات لشركات الروسية هذا اللي يقلق الروس ولذلك الآن الأمريكان هم الذين أربكوا الروس بإعلان ترامب عن الانسحاب لكن الأمريكان جاءوا واتفقوا مع الرئيس أردوغان بأننا نريد منطقة آمنة الآن يقولون لن ننسحب يعني السياسة الأمريكية هي اللي مدخلة مثل ما نقول بالعامية مدخلة الروس والأتراك بالحيط يعني ما يعرفوا كيف على إيش بدهم يرسوا موضوع إدلب متروك حاليا شوي يعني لأنه علاقة الروس والأتراك فقط بإدلب موضوع الشرق الفراط له علاقة بالأمريكان وبالأكراد والأكراد أو القوات وحدات الحماية الشعبية لا نقول الأكراد لأنه لا تمثل الأكراد حقيقة هذه الميليشيات طيب ألا يمكن أن يكون هذا التحارف الروسي التركي يعني أنت كما تقول اليوم أجل هناك سياسة أمريكية أدخلت أطرفان في متاهة معينة لكن ألا يمكن الآن أن يتفق الروس والأتراك بإطار معين من أجل خطة معينة تجاه واشنطن يتم الضغط من خلالها بخصوص ملف شرق الفراط خصوصا الموضوع بات محكوما بمجموعة عوامل منها التزامات أمريكية تجاه أنقرة نحن نعرف أن العلاقات الأمريكية التركية في صعود وهبوط بالرغم من أنها في حلف الناتو تركيا معروف العلاقات ليست الحقيقة ليست سلسة ولا تسير بشكل جيد والأتراك واليد هذا الأتراك تجاه نحو روسيا والآن يريد أن يشتروا ويقال أنهم دفعوا ثمن صواريخ S400 والروسيا لا تعطي هذه الصواريخ إلا إلى دولة تثق فيها إذن هناك مستوى الثقة والشراكة بين تركيا وروسيا عالي جدا وهذا ما يقلق الأمريكان بالمناسبة ويزعج الأمريكان لذلك العلاقة معقدة وحساسة وكل هذه التعقيدات في العلاقات الثلاثية روسيا تركيا أمريكا نعم كلها تنعكس على الأرض السورية في المنطقة الآمنة في شرق الفرات وبشكل عام بالملف السوري طيب بالزاوية الأخرى روسيا ما هي الأوراق التي تملكها إذن بناء على هذه التعقيدات وهذه الملفات من أجل أن تضغط باتجاه مشروعها في المنطقة الآمنة هلأ روسيا الأوراق التي بيدها أنها موجودة على الأرض موجودة عسكريا وبشكل واضح ثانيا علاقاتها الوثيقة وحمايتها للنظام السوري تحالفها مع إيران روسيا ولذلك القمة التي جمعت الرئيس بوتين وأردوغان في روسيا لم تصل إلى نتاج لأن الأتراك متمسكين بالمنطقة الآمنة كما يطرحها الرئيس أردوغان الروس لا يوافق عليها لذلك دعوا الرئيس الإيراني في قمة ثلاثية منذ عشرة أيام وأيضا لم يتفقوا عن المنطقة الآمنة لأن التروحات مختلفة روسيا مختلفة عن إيران وعن تركيا وبالتالي الموضوع لأنهم كلهم ينظرون بعين إلى سوريا وبعين إلى أمريكا حقيقة الأمريكان كما قلت يعني هم الذين يجب أن يحسموا الموضوع روسيا لا توجد لديها أوراق حاسمة في سوريا وأعتقد كل ما قامت به روسيا في سوريا لم يتم إلا بضوء أخضر أمريكي أنا هذه قناة الشخصية طيب سوف أنتقل سيد حسين هنا في الاستيديو سمعت ضيفنا من موسكو بذات السؤال اليوم من وجهة نظرك هل ترى أن روسيا حقا تمتلك أي أوراق من أجل الضغط على أمريكا في مسألة المنطقة الآمنة في شبك الفرات طبعا لديها أوراق كثيرة وأهم ورقة بيد تركيا هي أن تعلن عفوا بيد روسيا هي أن تعلن أن هناك تفاهم بين دمشق وبين أنقرة بدخول الجيش التركي لاحظ حضرتك أن الاتفاق أدنى هو اتفاق دولي اتفاق مشارعا وفق الأمم المتحدة اتفاق بين دولتين ولا هو الشرعية القانونية واليوم بالأمم المتحدة من يملك المقعد السوري بالأمم المتحدة هو النظام السوري وبالتالي وفق القوانين الشرعية هو يعتبر المعبر الأساسي عن الجمهورية السورية وفق هذا المعيار وجرى إعلان تفاهم بأن هذا التدخل هو تطبيق الاتفاق أدنى اليوم أمام هو موقف شرعي لا تستطيع للولايات المتحدة الأمريكية ولا الأمم المتحدة الاعتراف عليه بشرط أن يكون التدخل بتفاهم مع روسيا على بعد خمسة كيلومتر هنا أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية ستكون في مأزق لكن هذه طيب لماذا تكون في مأزق سيد حسين وهي التي بالأساس يعني مقيمة الشرعية التي تتحدث عنها وهي موجودة بالأساس في سوريا دون أي قرارات أو دون أي شيء صحيح يعني على العكس هم لا ينتظرون أي قرار دولي حتى يقومون بالتصرف ويعني النظام في المشكلة لا تستطيع أن يفعل أي شيء أيضا أنا أتكلم من الجانب الروسي نعم التركي إذا ما أعلنوا ذلك أمريكا لا تستطيع أن تعارض لأن هناك نوع من الخروج على الشرعية الدولية أو خروج على القرارات أو على الاتفاقية التي تعتبر شرعية من ناحية القانونية لا تستطيع الولايات المتحدة لا تعترض عليها لكن تستطيع أن تمنعها على أرض الواقع بمعنى أنها هي لن تسمح لتركيا بالتوغل كثيرا نعم في تقديري لو دخلت تركيا بحدود 5 كيلومتر لا أعتقد هناك اعتراض أمريكي ولا اعتراض دروسي لأن 5 كيلومتر لا تغير في الواقع الاستراتيجي لمنطقة شرق الفراد الخلل والخوف هو إذا ما توغلت تركيا إلى 30 كيلومتر ووصلت إلى الطرق الرئيسية التي تصل المحافظات الحسكة والرقة وحلب إذا ما وصلت تركيا إلى هذه الخطوط الاسترادات الدولية هنا أصبح تهديد ليس فقط على الصعيد الجغرافي الاقتصادي وإنما على الصعيد الإداري للهيمنة الوحدات الكردية في هذه المنطقة هنا المؤسسة الكبيرة أما 5 كيلومتر شريط حدودي بعيد للمدى في الأرياف وفي المناطق الخالية لا أعتقد هذا سيؤثر على سيشكل تهديد استراتيجي بهذه المنطقة سوف أنتقل بهذه الطروحات الخيارات مفتوحة على كل الاحتمال ويصعب تحديد خيار مسبق لأنه لاحظه منذ إعلان الولايات المتحدة الأمريكية الآن جرى في لحظة أولى أعتقد أن الولايات المتحدة والتركية قابق قوسين أو أدنى من التفاهم على اتفاق ثم تبخر ذلك تبخر هذا الموضوع على فكرة دائما روسيا كانت تشكك بموضوع الانسحاب الأمريكي رغم أن كل مؤشرات لم تكن بهذا الاتجاه بكلمة أخيرة بكلمة أخيرة وذهبت أنقرة باتجاه موسكو واعتقدنا أن هناك تفاهم وفجأة أيضا تبخر هذا التفاهم نتيجة الخلافات إذن هناك خلافات كبيرة جدا بين أنقرة وواشنطن وبين أنقرة وموسكو وبين موسكو وواشنطن هذه الخلافات إلى الآن يصعب الحديث كيف سينتهي الأمر في شكله النهائي سوف أنتقل ببعض الأمور إلى سيد محمود سيد محمود سمعت ضيفنا هنا في الاستيديو أبرز نقطة يمكن أن تكون تساؤل هل حقا روسيا اليوم قادرة على استخدام ورقة اتفاق أضناء المشرعا دوليا من أجل الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية ووضعها تحت أمر واقع بالتفاهم مع أنقرة والنظام في دمشق بخصوص منطقة شرق الفرات برأيك لا أعتقد ذلك هذا كلام نظري وارد لكن عمليا هذا غير وارد لأنه لا أعتقد تركيا أنها مستعدة لتطبيع علاقتها مع النظام هذا موقف سياسي يعني يلزم تركيا بالتفاهم مع النظام بشكل سياسي وليس أمني فقط اتفاقية أضناء لها ترتيبات ولها تداعيات لذلك الروس يستطيع أن يتفقوا بعدين الأتراك بعدين الأتراك لا يستطيعوا أن يتخلوا عن أمريكا كليا يعني هم موجودين بحلف الناتو ولهم مصالح كبرى مع علاقة استراتيجية مع الأمريكان بنفس الوقت هناك علاقات جيدة جدا وقوية مع روسيا طيب لنتحدث بأكثر وقتايا سيد محمود برأيك لو تم تفعيل حقا حقا لو تم تفعيل اتفاق أضناء هل يمكن أن يؤثر هذا الأمر ويقلب الموازين على موقف واشنطن برأيك هل قد يكون مثل ما تفضل ضيفك الكريم قد يكون إذا فعلوا اتفاقية أضناء لأن اتفاقية أضناء تنص على خمسة كيلومتر وأيضا بالتنسيق مع النظام لا تنسوا أن تركيا لا تستطيع أن تدخل لوحدها ولا حتى بموافقة روسية إلا بموافقة النظام وهذا سيقلق الأمريكان أيضا عمليا قد يخلق عراقي الأمريكان حتى في هذه النقطة إلا تتم بالتنسيق معهم وتحت إشرافهم يعني هون في منطقة توزيع قوة علما أن قوات الميليشيات الكردية اللي هي البيا دي هي الحقيقة علاقاتها بروسا جيدة وهي أيضا تابعة لأمريكا يعني عمليا هون ما في مشكلة المشكلة هي في التواجد العسكري الروسي الشرطة العسكرية الروسية وهي مقدمة لدخول النظام مستقبلا وأيضا وجود التركي الأمريكان يعني يريد أن يستمروا باللعب في الموضوع الأمريكان يلعبون بالموضوع السوري ويبتزون روسيا يبتزون تركيا يبتزون النظام يبتزون القوات الكردية لا أعرف بالنتيجة ماذا تريد أمريكا من كل الإدارة أمريكية من كل هذه المواقف ولكن نجب أن نعرف أن نتنياهو قادم إلى موسكو في 23 بعد أيام يعني 27 فبراير سيبحث الملف السوري نعم إسرائيل لها دور كبير جدا على كل حال نعم أشكرك كثيرا محمود الحمزة شكرا لك عذرا لديك الوقت أشكرك كثيرا محمود حمزة أكاديمي وباحث سياسي كنت ضيفنا عبر الأقمار الصناية من موسكو وأيضا ضيفنا هنا في الاستوديو حسين عبد العزيزي الكاتب المحل السياسي ستبقى معنا لمحور الثاني مشاهدين الكرام فاصل قصير ونعود إليكم ابقوا معنا موسيقى موسيقى موسيقى